السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بحوله تعالى في المحاضرة الثالثة عشر والأخيرة من دولة مبادئ التكييف وهي خاصة بشرح تصميم الأنابيب أو بايبينج ديزاين عند تصميم الأنابيب فإنه يراعى ما يري يجب أن يكون طول الأنبوب أقل ما يمكن مع استخدام أقل عدد ممكن من الوصلات كالأكواع والتفريعات وذلك لتخفيض الكلفة الإنشائية وتخفيض هبوط الضغط في شبكة الأنابيب المغلقة لأقل حد وبالتالي تخفيض الكلفة التشغيلية نراحظ أن هذا المتطلب مشابه تماما لما تحدثنا عنه سابقا عند تصميم مجال الهواء أو الدكتات المتطلب الثاني وذلك حسب أشري فإنه في حالة كان قطر الأنبوب 2 إنج أو أقل فيجب أن لا تزيد سرعة الماء داخل الأنبوب عن 1.2 متر في الثانية أو 4 فيد بير سوكاند فإننا نكرر في حال كان قطر الأنبوب 2 إنج فإن سرعة الماء داخل هذا الأنبوب يجب أن لا تزيد عن 1.2 متر في الثانية أو 4 أما في حال كان قطر الأنبوب 2.5 إنج أو أكبر في هذه الحالة لا ننظر إلى السرعة وإنما يصبح معدل هبوط الضغط هو المعيار الذي نقوم على أساسه بقصميم الأنبوب في هذه الحالة يجب أن لا يزيد معدل هبوط الضغط داخل الأنبوب عن 400 باسكال لكل متر أو ما يعادل 0.04 متر عمود ماء لكل متر أو بالواحدات البريطانية 4 فوت لكل 100 فيت طبعا هذه الأرقام هي ما تتطلبه من الضامة أشري لكن هل بالضرورة أن نلتزم بهذه الأرقام الجواب هو كبتالي أن هذه الأرقام صنمت على أساس أن الماء معالج وأن الأنابيب مثالية لكن في حال عدم معالجة الماء فهذا الأمر سيؤدي إلى حدوث تراكمات داخل الأنبوب مع الزمن ستؤدي مع هذا الزمن إلى تصغير وتقلص القطر الداخلي للأنبوب ولذلك بعد أدة سنوات سيصبح التصنيم غير ملائم لمرور هذا التدفق إذن ما هو الحال في هذه الحالة؟ نقوم بتقليل هذه الأرقام بشكل تقديري بحيث تؤمن تغطية حالة تقلص قطر الأنبوب بعد مرور ردد سنوات ولذلك نجد أنه عمليا محدد السرعة حوالي واحد متر في الثانية ويمكن أقل خاصة للاقطار الصغيرة أما بالنسبة لمعدل هبوط الضغط فأحيانا يعني لا يزيد عن ثلاثمائة أو ثلاثمائة وعشرين فاسكال لكل متر وفي حال اتبعنا هذين الرقمين نكون يعني نقوم بتغطية حالة إمكانية تصغير القطر بعد مرور عدة سنوات نتيجة تراكمات أما لاختيار القطر المناسب فنعتمد الجدول التالي وهذا الجدول خاص بأنابيب الحديد طبعا في حال كانت الأنابيب المستخدمة هي من الحديد فيتبع هذا المخطط أما إن كانت الأنابيب خاصة بأنابيب غير الحديد مثلا من أو غيره فطبعا يجب اللجوء إلى المخطط الخاص بهذه المادة ذلك نلاحظون وهذا الجدول مختبس من مرجع أشري فصل آيبين ديزاين نلاحظ بأن هذا المخطط مشابه إلى حد كبير جدا بالمخطط الخاص لتصميم الدكتات فلدينا المحور الأفقي يمثل معدل تدفق الحجني بواحدة لتر في الثانية ونلاحظ بأن الأرقام لجاريتمية المحور الرأسي يمثل فجر دروب أو هبوط الضغط كمعدل طبعا بواحدة باسكال لكل متر أيضا أرقام لجاريتمية ولدينا هذه المحاور وتمثل سرعة الماء داخل الأنبوب بواحدة متر في الثانية وأيضا هذه المحاور وتمثل القطر الداخلي للأنبوب وهنا بواحدة مليمتر وهنا أود قبل الدخول وشرح هذا المخطط لفت الانتباه إلى أن هناك فرق واضح تماما ما بين تعبير القطر الإسمي والقطر الداخلي فالقطر الإسمي لا يمثل القطر الداخلي للأنبوب ولا حتى القطر الخارجي ولا أيضا الوسطي القطر الإسمي هو عبارة عن قطر فقط افتراضي لا يمثل أي قيمة كما ذكرنا من القيم الثلاثة فعلى سبيل المثال إذا كان لديك أنبوب بقطر واحد إنج فإن هذه الواحد إنج تعادل مثلا حوالي 25.4 مليمتر فإن القطر الداخلي لهذا الواحد إنج سيكون مختلف عن 25.4 مليمتر فنطلق على هذا القطر قطر واحد إنج لكن القطر الداخلي له مختلف عن هذه القيمة وغالبا ما يكون القطر الداخلي أكبر من القطر الإسمي هو اسمه واحد إنج لكن القطر الداخلي له سترى أنه أكثر من 25 مليمتر الآن نأتي إلى هذا الجدول تفترض أنه كان لديك مثلا التدفق صفر 2 لتر في الثاني كيف نحدد القطر المناسب لهذا التدفق نأخذ خط رأسي ونذهب إلى أقل قطر ممكن أقل قطر ممكن هو هذا 15 مليمتر 15 مليمتر تعادل نصف إنج اسميا نصف إنج عند تقاطع صفر 2 لتر في الثانية مع 15 مليمتر نلاحظ بأن السرعة هي 1 متر في الثانية إذن السرعة مقبولة وبالتالي هذا التدفق يقابله قطر 15 مليمتر أي نصف إنج وهو كاف لتمرير هذا التدفق دون حدوث أي مشاكل نأخذ مثال آخر وليكون 1 لتر في الثانية أيضا نقوم بمقاطعة خط رأسي من 1 لتر في الثانية مع أقل قطر ممكن أقل قطر ممكن في هذه الحالة هو 25 مليمتر أو 1 أمج نلاحظ بأن السرعة تجاوزت الحد المسموح هي أكبر من 1.6 واتفقنا على أن وحسب 10 يجب أن لا تزيد عن 1.2 متر في الثانية في هذه الحالة ننتقل إلى القطر التالي ننزل رأسيا حتى الوصول إلى القطر التالي وهو 32 مليمتر أو 1.4 إنج نلاحظ بأن السرعة تزيد بقليل عن 1 متر في الثانية حسب 10 هي مقبولة إذن 1 لتر في الثانية تكفينا يكفينا قطر 1.4 إنج لتمرير هذا التدفق بنأخذ مثالا ثالثا مثلا 4 لتر في الثانية قط رأسي إلى الأعلى نلاحظ بأن قطر 40 مليمتر أو 1.5 إنج السرعة كبيرة جدا تتجاوز 2.5 متر في الثانية غير مقبولة القطر التالي هو 50 مليمتر أو 2 إنج نلاحظ بأن السرعة تزيد عن 1.6 متر في الثانية أيضا هي غير مقبولة ننتقل إلى القطر التالي وهو 65 مليمتر أي ما يعادل 2.5 إنج نلاحظ بأن السرعة حوالي 1.3 أو 1.4 لكن أذكر أنه حسب متطلبات عشر عندما ندخل في القطر 2.5 إنج أو أكبر فإن السرعة لا تصبح هي المعيار التصميمي وإنما يصبح معدل هبوط الضغط هو المعيار التصميمي عند هذه النقطة نقطة تقاطع 4 لتر في الثانية مع 65 مليمتر أو 2.5 إنج نلاحظ بأن معدل هبوط الضغط هو 300 بغسكال لكل متر وهو مطابق لمتطلبات عشر إذن فعلا 4 لتر في الثانية يكفيها 2.5 إنج لتمرير هذا تدفق نأتي الآن الحديث عن حساب هبوط الضغط أو كما تم شرحه سابقا وفي المحاضرة السابقة عن حساب هبوط الضغط بالنسبة إلى مجاري الهواء أو الدكتات ينطبق إلى حد كبير جدا عما هو في الأنابيب فلحساب هبوط الضغط لشبكة أنابيب نحدد في البداية المسار الأسوأ بالضرورة أن يكون المسار الأسوأ هو للجهاز مثلا للفاين كويل أو وحدة المعالجة الأبعد ليس بالضرورة أن تكون الفاين كويل الأبعد هي الأسوأ وذلك تبعا لعدد الوصلات تابعة لهذه الفاين كويل بعد تقدير المسار الأسوأ نقوم بحساب ضيعات الضغط الطولانية وضيعات الضغط الموضوعية نتيجة الوصلات في تينكس وكذلك نتيجة وجود بعض العناصر بالنسبة لضيعات الضغط الطولانية أيضا كما تحدثنا عنه بالنسبة لتصميم الدكتات لدينا معدل هبوط الضغط لكل أنبوب يعني مثلا 300 باسكال لكل متر لدينا طول الأنبوب وبالتالي نحصل على هبوط الضغط نتيجة ضيعات الضغط الطولانية مع ملاحظة هامة جدا بالنسبة للأنابيب مختلفة عما هو عليه بالنسبة للمجال الهواء بالنسبة للأنابيب فإن الشبكة لدينا مغلقة إذن لدينا ما يسمى بي الأنبوب الذاهب والأنبوب الراجع أو supply return بما أن الأنبوبان متطابقان تماما من حيث التدفق وبالتالي عندما أقوم بتصميم أحاديما فإنني أقوم تلقائيا بتصميم الثاني وعندما أقوم بحساب هبوط الضغط لأحاديما فإن الثاني مطابق له تماما وبالتالي عند حسابه ضيعات الضغط الطولانية فيكفي أن أقوم بحساب هبوط الضغط فقط لمثلا الأنبوب الذاهب وأضرب القيمة بإثنين فإذا كان لديك مثلا مسافة خمسة متر وكان معدل هبوط الضغط مثلا مئة باسكال لكل متر إذن فإن ضيعات الضغط الطولانية لهذا القطر هو خمسة في اثنين اثنين نتيجة ذاهب وراجع ضرب مئة باسكال لكل متر فتكون هذه النتيجة هي هبوط الضغط الطولاني متضمنا للخطين بالنسبة لضيعات الضغط نتيجة الوصلات فيمكن استخدام الجداول أو البرامج لتقدير هذه الضيعات كما ورحب بالنسبة لبرنامج طيب لو ويزر نتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله أو طبعا من المعادلة delta p تساوي k برو بي مربع على اثنين جي حيث delta p هي مقدار هبوط الضغط ضمن هذه الوصلة وحية باسكال k هو ثابت خاص ثابت هبوط الضغط للوصلة وهو مقدار لا بعدي ونحصل عليه من جداول الموجودة في فصل 22 pipe design مرجع ash tree 2009 رو كثافة الماء كيلو جرام للمتر مكعب تتغير بشكل طفيف تبعا لدرجة حرارة الماء وفي سرارة الماء متر بالثانية طبعا نحصل عليه من خلال المخطط الذي تحدثنا عنه قبل قليل أو من خلال البرامج وي هو ثابت الجاذبية الأرضية واحدة متر في ثانية مربع يبقى لدينا الضيعات الخاصة كما هو الحال بالنسبة للفانكويلات والشيلرات وغيرها من أين نحصل عليها أيضا نكرر ما قلناه في محاضرة تصميم مجال الهواء نحصل على ضيعات الضغط لهذه العناصر الخاصة من النشرات الفنية نفسها كتالوج عند اختيارك للفانكويل أو التشيلر بعد اختيار الفانكويل المناسب الذي تقوم بتركيبه في المشروع يعطيك هذا الكتالوج قيمة هبوط الضغط المتوقع عند تمرير هذه القيمة من التدفق كذلك الأمر بالنسبة للتشيلر وهكذا حتى بالنسبة للصمامات وغيرها من القطع الخاصة التي يتم تركيبها في شبكة مجاري الماء برنامج pipe flow wizard خاص بتصميم الانبيب حيث يقوم بحساب وتقدير القطر الداخل للأنبوب كما يقوم بحساب هبوط الضغط للشبكة وذلك بكل جزء على حدة البرنامج كما هو ملاحظ مكوّم من أربع نوافذ حيث يقوم بأربع مهام رئيسية find pressure لحساب الضغط find flow لحساب التدفق الأعظمي المسموح به ضمن هذا الأنبوب find diameter لحساب القطر الأصغري وfind length لحساب الطول الأعظمي للأنبوب المسموح به يمكن التنقل بين واجهة أربع نوافذ أو نافذة واحدة من خلال هذا الأمر هنا يسألك البرنامج يعني لتحديد واحدة التدفق الخاصة ممكن اختياره من خلال هذه المجموعة أفترض أنه سنعمل على لتر في الثانية الحقل الأول internal roughness لتحديد خشونة السطح الداخلي للأنبوب هذا الحقل مطابق تماما لما تحدثنا عنه عند تصميم الدكتات حيث يتم تحديد قيمة خشونة السطح الداخلي وهي بواحدة مليمتر فإن كانت لديك القيمة بدقة يتم ورعها وإلا فيمكن من خلال هذه القائمة المنسدلة pipe material تحديد المادة المصنوعة منها هذا الأنبوب وعندها يقوم المرنامج تلقائيا بتحديد قيمة internal roughness نلاحظ مثلا steel أو galvanized steel لاحظ القيمة تتغير أو حتى reinforced PVC وهكذا بعد تحديد internal roughness ننتقل إلى تحديد القطر internal diameter القطر الداخلي البعض هنا سيتساءل أنا أريد أن أحدد القطر الداخلي المسألة هي عبارة عن حل القطر الداخلي فكيف المطلوب هنا تحديد القطر الداخلي نبدأ في البداية بتحديد قطر افتراضي وعادة ما نبدأ بأصغر قيمة محتملة ولتكن 0.5 inch إذن في هذا الحقل نحدد القطر الداخلي للقطر المسمى 0.5 inch إن لم يكن لديك معلومة دقيقة فيمكن من خلال هذا الحقل diameter ننقر فتظهر النافذة الخاصة بتحديد القطر الداخلي لاحظ من خلال هذه القائمة بأنها تحوي حسب المادة وحسب باقي المواصفات نقوم بتحديدها الأسهل هو اختيار المادة من هنا وتحديد القطر من هنا فعلى سبيل المثال عادة من نسبة لأنابيب الحديد ما نستخدم المادة أنسي سكيجول فورتي ستاندر ستيل سكيجول فورتي ستاندر ستيل ثم نحدد القطر من هنا أو من خلال هذه القائمة ونبدأ بالقطر نصف إنج كون أننا لا نستخدم أقل من هذا القطر ثم نلاحظ بأنه في الأعلى أعطاني مواصفات هذا الأنبوب بايب تايب سكيجول فورتي ستاندر ستيل نومينال ديامتر القطر الاسمي نصف إنج انترنال ديامتر بالمليمتر حوالي 15.8 مليمتر ولكن بالإنج 0.6 إنج وهنا نلاحظ ونكرر مرة أخرى القطر اسمه نصف إنج علما أن القطر الداخلي لهذا المسمى هو أكبر من نصف إنج حتى لا يكون هناك خلط بين الاثنين بعد تحديد المادة والقطر ننقر الأمر Use this data أو يمكن تعديل بعض البيانات الخاصة إن كانت لديك أنابيب خاصة مثلا بأقطار مختلفة ثم تقوم بإضافة هذه المادة باستخدام الأمر Add this data to list أي أنك تقوم بإضافة هذه المادة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج إذن نلاحظ بأنه تم تحديد القطر هنا 15.799 مليمتر بالنسبة للطول عندما نريد تحديد القطر فإننا سنحدد الطول 1 متر السبب أنني أريد أن يقوم البرنامج بحساب معدل هبوط الضغط لواحط الطول ولذلك سأفترض بأنه لدي أنبوب بطول 1 متر فقط إذن هذه نقطة هامة جدا ضمن الحقل length نحدد الطول 1 متر ضمن الحقل elevation change أو ما يسمى بتغير في المنسوب أي ما هي المسافة الرأسية بين مدخل الأنبوب ومخرجه في حال كان الأنبوب ليس أفقيا إذن إن كان الأنبوب أفقيا نحدد القيمة صفر أما إن كان هناك فرق منسوب بين مدخل الأنبوب ومخرجه فنحدد قيمة هذا الفرق ونضعها ضمن هذا الحقل ثم نحدد هل هذا الأنبوب دجريان صاعد أم هابط صاعد أي أن المدخل يقع أسفل المخرج وهابط أي العكس في حال كان المطلوب تحديد القطر أيضا نحدد هذه القيمة صفر ضمن الحقل flow نحدد قيمة التدفق الموجود ددينا افطلت كانت القيمة صفر 2 لتر بالثانية أو تحدد وحدد التدفق المطلوبة بعد تحديد كافة هذه البيانات ننتقل هنا إلى تحديد نوع السائل الموجود ضمن هذا الأنبوب الأمر change fluid فنلاحظ أن لدينا خيارات عديدة ليس بالضرورة الماء إن كان تصميمك لغير دارة ماء فيمكن اختيار المادة المطلوبة وإن كان في حالتنا للتكييف لتصميم الماء البارد أو الساخن فنختار الماء لكن هناك عدة خيارات من ضمن الماء وذلك حسب درجة الحرارة لماذا؟ لأن اختلاف درجة الحرارة يؤدي إلى اختلاف في density الكثافة إذن أي درجة حرارة أختار غالبا ما نقوم بالتصميم على أساس الماء البارد الماء البارد كما نعلم في نظام تكون بدرجات حرارة 7-12 مئوية 7 خارج من التشيلر أو داخل إلى الفين كويل 12 راجع إلى التشيلر أو خارج من الفين كويل إذن درجة الحرارة الوسطية سوف تكون بحدود 10 مئوية نحدد إذن الخيار water 10 مئوية أو 50 فهرنهايت ثم ننقر على الأمر use this data مع ملاحظة أنه في حال كان في الأنبوب لديك غاز وليس سائل فيمكن اختيار الغاز أيضا من هنا نكرر في حالتنا water ماء بدرجة حرارة 10 مئوية فيعطيك في هذه الحالة مواصفات هذا الخيار water درجة حرارة 10 الكمياتيك فيسكوسيتي والدينسيتي نعطيه الأمر use this data الآن ببساطة ننقر على الأمر calculate pressure drop فنلاحظ بأن النتائج هي كالتالي flow type يعطيك هل هذا الجريان turbulent مضطرب أو في حالات خاصة لربما يكون laminar أو صفائحي لكن بالنسبة لمجال التكييف دائما سوف يكون في حالة turbulent ويعطيك أيضا رينولز ننبر رقم رينولز ويعطيك عامل الاحتكاك وهنا يحدد لك سرعة الماء وهبوط الضغط هنا هبوط الضغط الإجمالي لكن لاحظ بما أنه لدينا الطول هو 1 متر فأصبحت القيمة الموجودة لديه هنا تمثل معدل هبوط الضغط نلاحظ هنا بأن السرعة هي بحدود 1 متر في الثانية أنا أعمل الآن على القطر نصف إنج حسب متطلبات أشري فإن السرعة يجب أن لا تزيد عن 1.2 إذن خياري هذا مقبول إذن 0.2 لتر في الثانية يكفيه تركيب القطر نصف إنج نفترض أنه كانت لديك قيمة التدفق هي 1 لتر في الثانية نلاحظ بأن السرعة 5.1 غير مقبولة إذن ننتقل إلى القطر الأعلى نلاحظ بأن السرعة أصبحت حوالي 3 متر في الثانية أيضا القيمة غير مقبولة إذن يجب أن ننتقل إلى القطر الأعلى وليكن 1 إنج نلاحظ أيضا بأن السرعة هي 1.8 أيضا غير مقبولة ننتقل إلى القطر التالي 1.4 إنج نلاحظ بأن السرعة أصبحت ضمن الحدود المقبولة إذن 1 لتر في الثانية تحتاج إلى قطر مقداره 1.4 إنج كقطر اسمي مثال آخر يفترض بأنه لدينا تدفق بمقدار 4 لتر في الثانية شيء طبيعي لن أبدأ من القيمة نصف إنج فهي حكما سنبدأ من 1 وربع وبشكل تصاعد كالكوليت برجر دروب السرعة غير مقبولة نزيد من القطر أيضا سرعة 3 متر غير مقبولة 2 إنج سرعة 1.8 أيضا غير مقبولة ننتقل إلى 2.5 إنج نلاحظ بأن السرعة بحدود 1.3 متر في الثانية لكن ما يهمني هو ليس السرعة لماذا؟ الآن يجب أن أنتقل إلى المتطلب الثاني من 10 حيث ذكرنا بأنه في حال كانت لدينا قطر الأنبوب هو 2.5 إنج أو أكبر فإن المعيار التصميمي هو ليس سرعة الماء داخل الأنبوب وإنما معدل هبوط الضغط معدل هبوط الضغط يجب أن لا يزيد عن 400 باسكال لكل متر أو 0.04 متر عمود ماء لكل متر لكل متر طولي نلاحظ القيمة هنا 0.03 متر عمود ماء نكرر مرة أخرى بما أننا حددنا هنا الطول 1 متر إذن هذه القيمة هي لكل 1 متر أما إذا كنت تعمل في الواحدات البريطانية فتحدد القيمة 100 فيت وهنا يجب أن تكون القيمة لا تزيد عن 4 فيت لكل 100 فيت نلاحظ بأن القيمة 0.03 هي قيمة مقبولة لأن الحد المقبول هو 0.04 0.03 قيمة مقبولة إذن التدفق 4 لتر في الثانية يكفيه القطر 2.5 إنج إذن كانت هذه هي الخطوات المطلوبة لتحديد قطر الأنبوب اللازم لتمرير هذا التدفق الآن بعد أن قمنا بتحديد أقطار جميع الأنابيب لدي في الشبكة بهذه الطريقة يجب أن نحدد هبوط الضغط للدارة الأسوأ كما هو مشابه تماما بالنسبة لتصميم مجال الهواء نقوم بتحديد قيمة التدفق عند كل فان كويل أو وحدة معالجة ثم نقوم بمد ورسم الشبكة طبعا نذكر بأن الشبكة في هذه الحال شبكة مزدوجة ذاهب وراجع أو supply وreturn والشبكة مغلقة ولذلك يتم رسم الخطين بشكل متجاور مع بعضهما البعض أحدهما مستمر والآخر بشكل متقطع وهذه الخطين يدخلان إلى الفان كويل أو وحدة المعالجة الآن بعد أن تم تحديد التدفق لكل فان كويل وتم رسم الشبكة بحيث تحقق أقل طول ممكن مع أقل عدد ممكن من الوصلات نقوم بحساب التدفق التراكمي مطابق تماما لما هو بالنسبة لدكتات التدفق التراكمي يعني كل سكشن أو كل فرع من هذه الأفرع لنسبة لأنابيب كم يغضي من فان كويلات يتم حساب التدفق وهكذا حتى الوصول إلى المضخة التي عادة ما تكون موجودة بجانب التشيلر سواء على السبلاي أو على الريترن الآن لحساب هبوط الضغط نتبع التالي ومن خلال هذا البرنامج حساب هبوط الضغط يجب أن يكون لكل سكشن على حدة يعني تقوم بترميز العقد بدءا مثلا من المضخة A, B, C, D وهكذا حتى الوصول إلى أبعد فان كويل والعقد نفسها باعتبار ذاهب وراجع نرمز لها أيضا من رمز A فتحة يعني A فتحة للعقد على أساس أن الأولى للذاهب والثانية للراجع الآن كل ما هناك هو يعني أصبح لدينا التدفق في كل سكشن ولدينا القطر لكل سكشن في هذه الحالة افترض بأنه مثلا كان لديك القطر نصف إنج هنا ضمن الحقل Length الآن نضع الطول الحقيقي مع ملاحظة أن الطول يجب أن يتم جداؤه بالرقم 2 لماذا؟ نكرر مرة أخرى الشبكة لدي مغلقة لدي خط ذاهب لدي خط راجع Supply Return الخطان متطابقان عادة من حيث الطول وأيضا من حيث L Fittings أو الوصلات افترض بأنه كان لديه المسافة ما بين العقدة والفان كويل 3 متر إذن أضع الطول 6 متر ثم أقوم بالنقر على إضافة الوصلات فتظهر نافذة خاصة بإضافة الوصلات Pipe Fittings من خلال هذه النافذة نحدد جميع الوصلات الموجودة ضمن الخط الذاهب والخط الراجع مثلا كان لدي كوع أو بند Elbow ضمن الخط الذاهب فشيء طبيعي أن يكون لدي أيضا كوع آخر موجود على الخط الراجع لذلك ضمن الحقل Standard Bend نحدد العدد 2 بالنسبة للبند Long Bend فهو عادة ما يتم استخدامه في حال كان المطلوب تقليل هبوط الضغط لكن عادة ما نستخدم Standard Bend أما Pipe Bend فهو عبارة عن ثني للأنبوب بدون استخدام وصله ببسطة آلة خاصة تقوم بثني هذا الأنبوب فهذا يعني نحدد عدد هذه الثنيات من خلال هذا الحقل أو Elbow بمقدار 45 درجة أو Return Bend يعني عاكس تماما كما هو موضح في الصورة الآن هل لدينا تفريعة T؟ نعم غالبا سيكون لدينا عند كل عقدة لدينا تفريعة T طيب هل المسار الأسوأ هو مع الخط المستمر أم مع التفريعة؟ إن كان المسار الأسوأ هو مع المسار المستمر فنحدد من هنا القيمة 2 لماذا 2؟ لأنه لديك تفريعة على السبلاي وتفريعة أيضا على الريتين أما إن كان المسار الأسوأ يتبع الفرع أو البرانش لذلك نحدد هنا العدد 2 لكن في هذه الحالة برانش T وليس throw T لدينا أيضا ما يسمى بالسترينر استرينر وهي مصفات الماء مصفات الماء عادة ما تتواجد قبل الدخول إلى تشيلر وأيضا أحيانا يتم تركيب هذه المصفات قبل الدخول إلى الفين كويل أو وحدة المعالجة لكن هنا ملاحظة هام جدا هذه المصفات تكون موجودة فقط على خط من الخطين وليست على الخطين مع بعضهما البعض فإن كانت مثلا هذه السنينر موجودة على الفين كويل فهي على الخط الداخل إلى الفين كويل الآن أنا جميع هذه الوصلات أقوم بإضافتها على أساس خطين إذن كم مصفات يجب أن أضيف؟ أضيف واحدة فقط لأنه في الخط ما بين العقدة والفين كويل وما بين الفين كويل والعقدة يعني الذاهب والراجع لدي سترينر واحدة فقط لذلك لا داعي لإضافة سترينر ثانية أيضا لدي رديوسر أو نقاصة غالبا ما يكون لدي هذه الرديوسر بعد التفريعة بعد أن قمت بتفريع الأنبوب قمت بتقليل القطر هذه الفينك تسمى رديوسر أو نقاصة إذا كان لدي نقاصة تقوم بتقليل القطر برتبة واحدة فنحدد العدد واحد بالنسبة للراجع لا تسمى نقاصة وإنما تسمى إكسباندر يعني هي تقوم بتكبير القطر ولذلك نضيف هنا العدد الثاني يعني لا نضيف إثنتين على الريديوسر نضيف واحدة على الريديوسر وواحدة على الإكسباندر ما الفرق بـ one size أو رتبة واحدة؟ وهنا أرجو التركيز غالبا ما يتم تنقيص القطر بمقدار رتبة واحدة يعني مثلا إذا قمت بتنقيص القطر من 2.5 إلى 2 هذه إثم تسمى رتبة من 2 إلى 1.5 رتبة من 1.5 إلى 1.4 رتبة من 1.4 إلى 1 رتبة وهكذا يعني إذا تم تنقيص القطر بالقطر التالي الأصغر المتوفرة في السوق في بعض الحالات لربما نقوم بتقليل القطر بمقدار رتبتين يعني قمت بتقليل القطر من 2 إلى 1.4 من 2 إلى 1.4 مباشرة هذه تعتبر رتبتين لماذا؟ لأنها عبارة عن من 2 إلى 1.5 ومن 1.5 إلى 1.4 في هذه الحالة تعتبر وكأنها 2 reducer من 1 size ويجب أن تضيف 2 expander من 1 size نكرر مرة أخرى إذا كان لديك نقاصة تقوم بتنقيص رتبة واحدة فقط المقصود بالرتبة واحدة وحسب الأقطار الإسمية متوفرة في السوق المحلية مثلا من 4 إلى 3 من 3 إلى 2 إنج من 2 إلى 1.5 إنج من 1.5 إلى 1.4 إنج وهكذا أما إذا كان لديك على المخطط أنه تم تخفيض القطر برتبتين بآن واحد يعني من 4 إلى 2 إلى 2.5 من 2.5 إلى 1.5 من 1.5 إلى 1 يعني تم هناك قفزة في هذه الحالة تقوم باختيار 2 عدد من الـ reducer وبالتالي 2 عدد من الـ expander وهكذا الآن نأتي إلى الصمامات لديك الـ gate valve أو صمام البوابة تحدد عدد هذه الصمامات الموجودة لديك وتحدد أيضا نسبة فتح الصمام يعني ليس بالضرورة أن يكون الصمام مفتوح 100% وبالتالي هو لديه أقل قيمة هبوط ضغط لربما يكون لأغراض معينة كعملية الموازنة أو البالانسينج الصمام لديك مثلا مفتوح بقيمة 75% أو تضع القيمة الموجودة لديك بشكل مباشر ففي هذه الحالة تحديد القيمة بدقة أو نسبة الفتح الصمام بدقة يؤدي إلى حساب هبوط الضغط أيضا بدقة لأنه سيؤدي إلى زيادة هبوط الضغط لدينا أيضا الـ globe valve أو الصمام الكروي أو globe angled في حال كان صمام زاوي أو البتر فلاي وأيضا هذا الصمام مستخدم بكثرة أيضا نحدد العدد ونحدد نسبة الفتح افترض لدي صمامين باعتبار واحد على الزاهب وواحد على الراجع أيضا لدي ما يسمى بالـ check valve أو صمام عدم الرجوع ولدينا ثلاثة خيارات من هذه الصمامات الخيار الأول هو check swing وهو الأكثر استخداما حيث يعني مشابه إلى هذا الشكل الماء مثلا يدخل من هذه الجهة لدينا هنا صفيحة that wasn't مفصلية متمفصلة هنا عند هذه النقطة عندما يمر الماء من هذه الجهة يفتح هذه الصفيحة وبالتالي يدخل ويسمح بالمرور عندما نقوم بإيقاف المضخة عن العمل فنتيجة وزن الصفيحة تقوم بالسقوط وبالتالي تمنع مرور الماء بالعكس ما هو الغاية من صمام عدم الرجوع؟ أولا يركب صمام عدم الرجوع بعد المضخة مباشرة الغاية من صمام عدم الرجوع أنك عندما تقوم بإيقاف الدارة فيمنع مرور الماء بالاتجاه المعاكس لما تم تصميم المضخة عليه وبالتالي منع حدوث أي مشكلة فيما بعد الأشكال الثلاثة التي لديه الشهيرة هي الـ Check Swing كما تكلمنا وهذا يعني مستخدم بكثرة مع ملاحظة أن الـ Check Swing يمكن استخدامه بشكل أفقي أو بشكل رأسي بشرط أن يكون اتجاه الماء إلى الأعلى لكن لا يجوز استخدام هذا الصمام بشكل رأسي باتجاه الأسفل في هذه الحالة هذه البوابة ستكون مفتوحة دائما النوع الثاني ما يسمى بالـ Check Wafer وهو عبارة عن نابط عند دخول الماء بهذه الجهة فيضغط النابط وبالتالي يمر بالاتجاه التالي عند توقف الماء يتمدد النابط إلى وضعه الأصلي وبالتالي يغلق هذه القناة فلا يسمح بعودة الماء بالاتجاه المعاكس يتميز هذا الصمام بإمكانية استخدامه أفقيا أو رأسيا سواء الماء صاعد أو نازل لكن هبوط الضغط بالنسبة لهذا الصمام أكبر نسبيا من الصمام ذو الصفيحة النوع الثالث وهو ما يسمى بـ Check Lift كما هو موضح عبارة عن كرة ذات وزن عند صعود الماء من الأسفل إلى الأعلى يقوم بدفع هذه الكرة وبالتالي يكمل هذا الماء باتجاهه باتجاه الأعلى عند توقف الدارة عن العمل تقوم هذه الكرة ونتيجة ثقالها بإغلاق هذه الفتحة وبالتالي لا تسمح لمرور الماء بالعكس يتميز هذا الصمام بأن هبوط الضغط له قليل لكن حصرا يجب أن يتم استخدامه بشكل رأسي وبشكل عام لا نستخدم هذا الصمام إلا نادرا أيضا هناك أشكال خاصة مثل Flexible Bend منحة على شكل S أو Loop أحيانا نستخدم هذه اللوب بديلا عن الوصلات المرينة لأنه عندما يكون لديك أنابيب بأطوال كبيرة جدا بشكل أفقي فيخشى نتيجة تغير درجة الحرارة أن يحدث إجهادات حرارية على الأنبوب وبالتالي حدوث تشقق لماذا؟ لأن تغير درجة الحرارة داخل الماء أي تغير درجة الحرارة للأنبوب نفسه سيؤدي إلى التمدد وتقلص هذا الأنبوب إذا لم يتم استيعاب هذا التمدد أو التقلص سيؤدي إلى إجهادات حرارية عليه مما يؤدي إلى التشقق ما هو الحل؟ إما بتركيب وصلات خاصة وصلات مرينة تستوعب هذا التمدد أو أحيانا نقوم بتركيب هذا اللوب لكن عادة لا نستخدم حاليا هذه الطريقة يبقى لدينا هنا أنه في حال كان لديك وصلة خاصة غير موجودة على الإطلاق ضمن هذه الوصلات فيجب العودة في هذه الحالة إلى قيمة الكي فاكتور تحدثنا عنه قبل قليل ضمن المعادلة يتم استخراج هذا الكي فاكتور من خلال إما الكتالوجات أو من خلال الجداول الموجودة مثلا في مرجع أشري حتى لو كان لديك أكثر من وصلة موجودة على هذا الأنبوب وأيضا غير موجودة يمكن جمع جميع قيم الكي فاكتور لهذه الوصلات وتحديد هذه القيمة هنا ومن خلال التدفق الذي تم تحديده هنا سيقوم البرنامج بإضافة هبوط الضغط لهذه الوصلات بعد التحديد نقوم بالنقر على الأمر أوكي لاحظ أعطاني البرنامج تم إضافة أحد عشر وصلة لهذا الأنبوب أيضا نحدد في حال كان لديك Elevation Change تغير في المنسوب علما أن هذه القيمة لن تؤدي إلى اختلاف كبير في النتائج ونحدد أيضا التدفق افترض كان لديك تدفق صفر 2 إذن لدي أنبوب من الحديد بقطر نصف إنج طوله 3 متر لكن ضرب 2 على اعتبار أن الطول المحسوب هو للذهب والراجئ حددت 11 وصلة موجودة ضمن هذا الأنبوب للذهب والراجئ التدفق لديك صفر 2 لتر في الثانية والسائل هو عبارة عن ماء بدرجة حرارة 10 مئوية Calculate pressure drop الآن يعطيني النتائج التالية جميع النتائج هي مطابقة لما حسبناه قبل قليل يعني لاحظ أن السرعة واحد حوالي واحد لكن الpressure drop الآن هو ماذا يمثل؟ يمثل هبوط الضغط الحقيقي ليس هبوط الضغط لوحدة المتر يمثل هبوط الضغط الحقيقي أي لستة أمتار مع أحد عشر وصلة إذن لدي بحدود واحد متر عمود ماء هو هبوط الضغط المتوقع نتيجة استخدام هذه البيانات الآن انتهينا من السكشن الأول ننتقل إلى السكشن الثاني وهكذا حتى الوصول إلى المضخة مع ملاحظة أن خاصة بالنسبة للمضخة هناك وصلات خاصة فمثلا أيضا لدي السترينر ولدي صمام عدم الرجوع وعادة ما يكون لدي صمام قبل المضخة وبعد المضخة أيضا هذا الأمر يتكرر بالنسبة للفان كويل فلدي صمام قبل الفان كويل وبعد الفان كويل وأيضا لدي صمام قد يكون ثلاثي أو ثنائي ثري وي فالف قد يكون لدي ما يسمى بصمام دي آر في وهكذا هذه الصمامات إن لم تكن موجودة ضمن خياراتنا فيمكن إضافة الكي فاكتور لها علما أن بالنسبة للصمام للفان كويل الأسوأ فغالبا ما سيكون مفتوح مئة بالمئة فليس من المنطقي أن تكون الفان كويل الأسوأ الصمام بالنسبة لها مغلق جزئيا لأنها باعتبار أنها هي الأسوأ فبالتأكيد سوف يكون مفتوح تماما مئة بالمئة وباقي الفان كويلات فإن صماماتها سوف نضطر لربما إلى إغلاق جزئي حتى نقوم بعملية البلانسينج إذن كما ذكرنا نقرر هذه العملية بالنسبة لجميع السكشنز نكرر بأن هذا الأمر خاص فقط في الدار الأسوأ أنت لن تقوم بحساب هبوط الضغط لكل سكشن موجود في الدارة لديك فقط للدارة الأسوأ بعد أن يتم ترميزها من A, B, C وهكذا ورجوعا A فتحة B فتحة C فتحة حتى الوصول إلى المضخة أو التشيلر يبقى لدي هبوط الضغط هبوط الضغط بالنسبة للفاين كويل تقوم بإضافته من خلال الكتالوج هبوط الضغط بالنسبة للتشيلر أيضا تقوم بإضافته من خلال الكتالوج المضخة شيء طبيعي ليس لها هبوط الضغط أو بالأحرى هي الأداة الوحيدة التي تقوم بإعطاء الضغط وهكذا نقوم بإضافة جميع هبوطات الضغط الطولانية والموضوعية والخاصة بعد عملية الجمع نحصل على هبوط الضغط الإجمالي وبالتالي الحصول على ما يسمى برفع المضخة أو الهيد الآن أصبح لدي تدفق المضخة التدفق المضخة هو عبارة عن تدفق الإجمالي التوتل الذي تم حسابه من خلال جمع كافة التدفقات للفاين كويلات ولدي رفع أو الهيد للمضخة بعد تحديد هذين البرامترين نقوم باختيار المضخة من خلال الكاتالوج هكذا نكون قد انتهينا من شرح كيفية تحديد أقطار الأنابيب وكيفية حساب هبوط الضغط باستخدام برنامج بايبي فلو ونكون أيضا قد انتهينا من المحاضرة الثالثة عشر والأخيرة من دورة مبادئ التكييف نتمنى أن نكون قد أفدنا وأضفنا المعلومات المطلوبة بالنسبة للمتدربين نشكر لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته